بسم الله الرحمن الرحيم الدرسة بتاعنا النهاردة بيتكلم عن الشكل المذهبي والانهيار الحضاري زي ما خدنا الفاصل اللي فات ان الشكل المذهبي بيؤدي الى الهدم الشكل المذهبي بيؤدي الى الهد وهنعرف دلوقتي ازاي بنقول ان الشكل المذهبي يا جماعة لا يظهر في مراحل بناء المجتمع يعني وانا بابن المجتمع مش هيكون ليه مجال ان هو يظهر لأن كل الناس ستبقى مشغولة أنها تبني وعايزة تعمر لكن بيظهر إمتى في مراحل انهياره وبيكون وسيلة لهدم الحياة الفكرية والاجتماعية والأخلية والأخلاقية لأن تفقق وانهيار المجتمع بيؤدي إلى إيه؟ أول حاجة تدهر الأخلاق وانحلال القيم اختفاء الإبداع والفكر الراقي الاكتفاء بالتقليد والاقتباس انتشار اليأس واللا مبالاة والأفكار التشاؤمية بمعنى يا جماعة أن كل حاجة بتبدأ صغيرة تبدأ تجبر 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 وبعدين تنهار زي الإنسان بيبدأ صغير وبعدين يجبر في مراحل نمو لحد بيوصل لمحة الشخوخة ويبدأ ينهار ويرجع طفل زي الأول يعني هديكم سال أيهما أكثر انحلالا المجتمع القاهري أم المجتمع الريفي كلنا طبعا عارفوني المجتمع القاهري أكثر انحلالا ده راجع لإيه؟ ده راجع لأنه هو أكثر تقدما فهيبقى سهل جدا أنه هو ينتشر فيه التقليد والاقتباس خلاص خلصوا كل الإبداعات اللي عندهم هيبدأوا إيه بقى؟ يقتبسوا يقلدوا هينتشر اليأس والموبلاة والأفكار التشاؤمية وده بقى الجو المناسب لظهور الشك المذهبي ده الجو المناسب لظهور الشك المذهبي هناخد مثال للشك المذهبي اللي هو الشك الصفستائي نعرف الأول أنه هو بدأ الشك المذهبي في المجتمع اليوناني القديم على يد جماعة اسمهم إيه؟ الصفستائيين كان أشهرهم واحد اسمه بروتاجوراس أشهر واحد في الصفستائيين دول كان واحد اسمه بروتاجوراس كادوا أن يدمروا الحياة الاجتماعية لو لا جهود الفلسفة اللي هما مين؟ سوكراط وأفلاطون وأرستو هما اللي تصدلهم تعالوا الأول نعرف معنى كلمة صفستائي كان معناها معلم الخطابة وده معنى راكي طبعا ونبيل لكن بعد ذلك تحول إلى معنى سيء وحقير هما اللي حولوا المعنى ده على يد مين؟ على يد جماعة الصفستائيين سبب ذلك أن الصفستائيين بدأوا في التلعب بالألفاظ معلم الخطابة يعني عنده قدرة فهائلة على الكلام والتعبير والإقناع فهم حولوا قدرتهم على التلعب بالألفاظ دي إلى الإقناع أو المغلطة يعني أنا بدأ مقنعك بحاجة صح لأن أنا عند القدرة على الكلام هقنعك بحاجة غلط هقنعك بحاجة غلط فبقى مسمى كلمة صفستائي اللي هو معناها المغلطة تحول طبعا من معنى الراكي جدا اللي هو معلم الخطابة لأنهم كانوا يستخدموه في الخير إلى معنى المغلطة بعد ما بدأوا يستخدموه في الشر لأنهم كانوا يدفعوا عن المتهمين رغم إدانتهم وصبوت التهم زي المحامي كده اللي بيستغل ثغارات القانون ويزبط الحق باطل والباطل حق كانوا يدعون معرفة كل شيء وكانوا يعلمون الشباب الجدل والمغلطة اللي احنا لسه إدلين عليه مقابل أجور عالية حتى كاد المجتمع اليوناني أن ينهار ايه هي المبادئ بتاعتهم؟ كان ليهم مبادئ وكان ليهم مطالب كان ليهم مبادئ وكان ليهم أهداف تمام؟ أول حاجة في المبادئ بتاعتهم إن الحواس هي وسيلة المعرفة وليس العقل الحواس هي وسيلة المعرفة وليس العقل الحواس بتختلف من فرض الآخر الحواس اللي هي يا جماعة ايه الاستنشاق النظر يا ترى انا هشوف الحاجة زي ما انت شايفها ولا كل واحد اللي فينا ليه وجهة نظر عشان كيف يقولون الحواس بتختلف من فرض الآخر لذلك لن نجد حقيقة واحدة ثابتة فيه أد ذلك لإيه لعدم وجود معيار للصواب والخطأ وهتصبح الحقائق نسبية فردية متغيرة من فرض الآخر يعني بمعنى أصحي كده في حقائق مطلقة في حياتنا إن الخير خير والشر شر هل انت ممكن يكون لوجهة نظر في الخير مثلا القاتل ده حتى القاتل ده ممكن يكون لك انت وجهة نظر إنه هو كويس وانا ليه وجهة نظر إنه هو وحش ولا فيه مبدأ مطلق إنه هو وحش طبعا فيه مبدأ مطلق إنه هو وحش ده عشان ايه ده بالعقل لكن لو بالحواس لو انت بصيته بصيت للقاتل دوت وعجبك شكله يبقى انت كده ليه وجهة نظر مختلف عن وجهة نظري عشان انت اعتمدت على الحواس مش العقل عشان كده بنقول ان مش هيبقى فيه معيار للصواب والخطأ وهتصبح الحقائق نسبية فردية متغيرة حسب وجهة نظرك وحسب وجهة نظري تاني مبدأ هو الاعتماد على مبدأ التناقض طالما المبدأ بتاعهم الأولاني ان الحواس هي وسيلة المعرفة والحواس بتختلف من شخص الآخر من هنا هنقدر نسبة الشيء ونقيده من خلال إثبات صحة الرأي ونقيده في نفس الوقت معتمدين على التلاعب بالإيه بالألفاظ والمغلطة تمام ايه هي بقى أهدفهم احنا خدنا مبدأهم يا ترى ايه هي أهدفهم الكسب المالي عارفين المحامي اللي بيروح يدافع عن حد تاجر مخدرات مقابل ان هو ياخد فلوس كتير جدا لان ده المحامي ده اللي عارفين ان هو هيقدر يستغل صغيرات القانون هم نفس الحكاية بالزبط الكسب المالي من خلال ان هما يعلموا الشباب الدفاع عن المتهمين في المحاكم التسليع والسخرية انا ممكن اجيبه واحد انا عارف ان انا كدريتي على الكلام هتقدر تغلبه واعود اتحك عليه وفاهمه حاجات غلط واعود اتفرج عليه وهو فاهمني ومعجب قوي بيه واعود اتسلى واصخر منه اثبت ان العقل البشري عاجز عن معرفة الحقيقة هو انا جمع لم اثبت الشيء ونقيده في نفس الوقت انا هيبقى عندي حقيقة مؤمن بيها هقدر هقدر ان انا اركز واعرف ان عقل يقدر يستوعب اي حقيقة موجودة طبعا لا فانا هنا هزبت اعجاز او عجز العقل البشري ان هو يعرف اي حقيقة بمعنى كده ان مفيش حقيقة مطلقة بروتاجوراس احنا خدنا ان اهم شخصية من شخصيات السوثوستائيين هو بروتاجوراس اشهر واكبر شخصيات السوثوستائية انصب شك بروتاجوراس على الجانبين شك في حاجتين مهمين جد اول حاجة الشك في الدين رفض بروتاجوراس الدين الواسني اللي كان موجود في عصره العصر بتاعه كانوا بيعبدوا الدين الواسني قال في كتاب عن الالهة التي كان يعبدها اليونانيين قبل ظهور المسيحية قال في كتاب كان اسمه الحقيقة رفض فيه وجود الالهة اللي هم كانوا بيعبدوها في العصر اليوناني حين ازاك وقال في هذا الكتاب لا استطيع ان اعلم اذا كانت الالهة موجودة ام لا لذلك هجمه اليونانيين طبعا هو هاجم الدين بتاعهم في كتاب بتاعه فهم هجموه واحرقت السلطات الكتب بتاعته فالطالة طبعا للهرب كان الممكن يقبضوا عليه لانه هو هاجم الدين بتاعه تاني حاجة يا جماعة شك فيها بروتاجورس اللي هو اكبر شخصيات السفستائيين هو الشك في المعرفة شك في المعرفة الانسانية وقال عباراته المشهورة الانسان مقياس كل شيء يعني احنا دلوقتي قلنا ان ربنا موجود دي معرفة قلنا الانسان مخلوق من طراب دي معرفة لكن هو قال عبارة المشهورة ان الانسان مقياس كل شيء الانسان مقياس كل شيء بمعنى ايه؟ ان الانسان مقياس كل شيء ان الاشياء موجودة الاشياء الموجودة موجودة وانا الاشياء الغير موجودة غير موجودة يعني أنا شايف الحاجة أنت مش شايفها دي حاجة بتاعتك يبقى أنت كل واحد جاجعة لحواس بتاعته أنت شايف الحاجة تبقى موجودة مش شايفها تبقى غير موجودة بمعنى كده أنه ما فيش معيار للأشياء المقصود بذلك هو الإنسان الفرد الواحد بحواسه وليس الإنسان العام فالإنسان عنده يقيس كل شيء فما يراه الفرد حقا فهو حق وما يراه باطل فهو باطل والسبب أن الأفراد يختلفون في حواسهم وعقلهم وكل شيء ده اللي احنا لسه قاعدين من الذي يترتب على ذلك لا توجد حقيقة واحدة يرجع إليها الجميع طالما أنت الحاجات اللي أنت شايفها شايفها والحاجات اللي أنا مش شايفها مش موجودة هي ما فيش حقيقة واحدة يرجع إليها الجميع ما فيش مقدة مطلق الناس ترجع لي فتوجد حقائق متعددة تاني حاجة المعرفة ستكون نسبية متغيرة المعرفة ستكون نسبية متغيرة وليست ثابتة مطلقة لأن هي بتختلف من حواس الفرد لآخر إنعدام اليقين وانتشار الشك طالما فيش حقيقة واحدة الناس بترجع إليها فالناس كلها هتشك في كل حاجة وهينعدم اليقين مين بقى اللي تصدى البروتاجوراس مين اللي تصدى البروتاجوراس واحد اسمه سكرات واحد اسمه سكرات تزعم سكرات التصدى للسوفستائية وذلك لعدم أو لهدم شكوكهم مستخدما نفس سلحة جي واحد اسم سكرات فالسوف المشهور جي في عصر السوفستائيين وبروتاجوراس والانحدار المجتمع وانهياره بسبب ظهور الشكل المذهبي اللي هم اعتمدوا عليه ومبدأ المغلطة وإثبات عجز العقل عجز العقل عن إدراك الحقائق وبدأ الفساد ينتشر في المجتمع اليوناني جي بقى سكرات عشان يتصدى لهم عشان يهدم الشكوك واستخدم سلاح اسمه الجدل ولكن واستخدما المنهج السكراتي هما كانت شغلاتهم الكلام فهو كمان تصدى لهم بنفس السلاح اللي هو الجدل استخد المنهج السكراتي وفي حاجتين حاجة اسمها التهكم وحاجة اسمها التوليد التهكم يعني ايه؟ سكرات كان يعلم أنه يجهل الحقيقة وكان الآخرون يدعون معرفته يا جماعة فيش حد يعرف كل حاجة محدش يعرف كل حاجة لكن هما كانوا بيدعوا أن هما يعرفوا كل حاجة لكن الدليل على جهلهم لها هو تعارض آراءه متناقضة إيه أنت دلوقتي بتقول نعم على الدستور ومرة تقول لا تقرأ مادة معينة تقول نعم تقرأ مادة تانية تقول لا إنت كده فيه تناقض المفروض أنت بتحكم على الموضوع ككل فلما أجي أتناقش معك بالحيلة وبالآراء ساعتها هزبط إيه؟ هزبط جهلك يبقى أنا هعمل نفسي أنا عارف الدستور كويس أنا همثل أن أنا مش عارف عشان أخليك أنت إيه؟ تتكلم كل ما الواحد بيتكلم كل ما بيقع في الغلط طالب على جهل طب أنت موافق موافق ليه؟ أنا عارف أن أنت موافق عشان حاجات معينة وأنا رافض الدستور عشان أحافظه وعارفه كويس جدا ودرسته كويس جدا بس أنا همثل أن أنا مش فاهم حاجة عشان أنت اللي تفاهمني وانت اللي تقولي ومن كلامك هطلع الغلط ودي الحاجة التانية اللي هي التوليد فيه يتم توليد الأفكار من العقول عن طريق تحقيق ألفاظ أنت تعالى أنت بتقول موافق طب موافق ليه؟ عشان واحد 2-3-4 هوقعك في الغلط وارح رادد عليك وقولك لا ده اللي أنت بتقوله ده معناه كذا ردها إلى معانيها الأصلية دون مغلطة من أجل وصول إيه؟ للحقيقة عشان أوصل في الآخر من كلامك أنت ومن اللي أنت قلته اللي هو مرحلة التوليد أن أنا أولد منك أنت الأفكار أولد منك أنت الكلام أوقعك أنت بمعنى صحة كده فين في الغلط تمام؟ عشان أوصل في الآخر إيه؟ إلى الحقيقة الجانب النقدي من فلسفة سوكراد بنقول أنه هو التاصف بالروح النقدي من خلال المنهج الجدلي هو مش اعتمد على الجدل معنى كده أنه قادر أنه ينقض نفسه وقدر أنه ينقض الآخرين ودى المساحة لده يبقى من خلال المنهج الجدلي اللي اعتمد على التهكم والتوليد كان ليه أرأة إجابية نستنتجها من استفزاز وللآخرين وإخراج العلم الزائف الذي بداخلهم هو اللي ولد هو اللي ولد من الآخرين العلم الزائف وأقنعهم أن أراهم كلها غلط ووصل إيه؟ للحقيقة أوكى في سكرات الخاطر الصفستائي معتمدا على مبدأ أن العقل الإنساني عمتا هو يسيرة الإدراك هما كانوا بيقولوا أن الحواس لا يا جماعة العقل هو وسيلة الإدراك لأن العقل واحد عند كل الناس موجود ربنا رزق كل إنسان بالعقل هتقولين العقل بيختلف من إنسان لآخر بس في حاجة العقل بيعترف بمبادئ مطلقة زي الخير زي الشر زي الجنة زي النار زي وجود ربنا زي الدين العقل باستحالة هشوف الحاجات دي مختلف انت هتشوفه زي ما نهتشوفه زي ما كل الناس هتشوفه عكس الحواس ويكون بذلك أنقذ المجتمع اليوناني من الانهيار احنا أخذنا النهار دا ارتباط الشك المذهبي بتفكك وانهيار المجتمع ظهور الشك المذهبي الصفستائي مبادئ الشك الصفستائي إن الحواس وسيلة المعرفة وليس العقل الاعتماد على مبدأ التناقض أهداف الشك الصفستائي بروتاجورس أخذنا أهم شخصية من شخصيات الصفستائيين اللي هو بروتاجورس وأخذنا النصاب بشكه على جانبين هما الشك في الدين والشك في المعرفة بعد كده تصدى سكرات للرد على الصفستائيين عن طريق إيه مبدأ التهكم والتوليد بعد كده أخذنا الجانب النقضي من فلسفة سكرات علل صحة أو خطأ طبيعة الأسئلة بتيجي على الجزية دي المعرفة نسبية عند الصفستائيين طبعا نقول العبارة صحيحة أو خطأ وبعدين نعلل كلمة صفستائي في أصلها اللغوي مرادف لكلمة مغلطة الإنسان مقياس كل شيء عنده بروتاجورس هنشرح العبارة دي تمثلة العلاقة بين الإنسان والحقيقة عند كل من الصفستائيين وسكرات اعتمد الشك الصفستائي على مبدأين إيه هما يهدف الشك الصفستائي إلى بلوغ اليقين يترى صحة أو لا المعرفة الإنسانية يقينية عند الصفستائيين يرتبط الشك المذهبي بإنهيار المجتمع أجب عما يأتي بما تفسر إنعدام اليقين عند الصفستائيين ما النتائج المترتبة على الإنسان مقياس كل شيء عنده بروتاجورس الشك المطلق من علامات الإنهيار الحضاري فسر المعرفة الإنسانية عند بروتاجورس غير يقينية علل يرى بروتاجورس أن الإنسان مقياس كل شيء هل توافق على هذا الرأي؟ ونماذا؟ الحواس وسيفة المعرفة عند الصفستائيين فسر الإنسان مقياس كل شيء انسب العبارة لقائلها ثم عقب برأيك المعرفة لقائلها ثم عقب بقيمة الإنسان مقياس كل شيء و фотограф 찍وا الإنسان مقياس كل شيء آية انسبت علل وا